السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم عائلة كورا سبورت في كل مكان. فيديو جديد وحلقة جديدة معاكم محمد رفعت. حلقتنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم طبعا فيها في الجزء الأول من الحلقة عن كل اخبار النادي الاهلي كعادتنا. في الجزء التالي من حلقتنا هو الجزء الاهم والجزء المطول اللي هنتكلم فيه عن رئيس نادي الزمالك وسقوته في انتخابات امبارح رسميا ورد فعله وايه حالة الاغماء اللي جات له وهل فعلا رئيس نادي الزمالك تعرض لوعقة صحية. كمان الاستعداد للهروب من مصر وبلاغات من كل الجهات ووزير الشاب ورياضة يكشف متى يتم عقاب رئيس نادي الزمالك وعزله من رئاسة نادي الزمالك. هنتكلم عن كل حاجة بالتفاصيل عن الانتخابات اللي حصلت امبارح ورد فعلا مرتضة. بس اتعال نبدأ حلقتنا في البداية. بالصراع على سيدنا محمد. عليها فضل الصلاة والسلام في الكومنتات. كمانات لعضو الصلاة لك الفيديو. وانزل اشترك بالقناة وفعل جراز التنبيهات عشان نوصل لك اشعار بكل فيديو جديد وحلقة جديدة بتنزل عندنا هنا في القناة. وطعا نبدأ حلقتنا سريعا من اخبار نادي القرن النادي الاهلي. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يؤكد ان استاد القاهرة ان شاء الله سيكون هو المستضيف لنهاي دورة ابطال افريقيا بين الاهلي والزمالك يوم سبعة وعشرين نوفمبر وبالتوفير النادي الاهلي وان شاء الله البطولة التسعة للنادي الاهلي. كمان عمر الجنيني نهاء القرن بين الاهلي والزمالك يؤكد ان احنا اه على حق في عودة النشاط الرياضي مرة اخرى. رسالة لاستاذ عمر الجنيني مع كامل احترام لحضرتك انت كنت من ضمن الناس ومن اكتر الناس اللي حاولت انها تمنع النشاط الرياضي من العودة مرة اخرى كنت متفق جدا مع رئيس نادي الزمالك النشاط مايرجعش وكنت بتشتغل ان النشاط مايرجعش انت واللجنة الخماسية اللي بتدير اتحاد القرى في الوقت الحالي فانك تنسب الفضل لنفسك في الوقت الحالي ده مش صحيح حضرتك ما كانش ليك اي دور في عودة النشاط الرياضي بل رئيس اه شاباب الرياضة او اسف وزير شاباب الرياضة هو اللي فرض عليك واكبرك على عودة النشاط الرياضي لو نفتكر وزير الشاب الرياضي عمل مؤتمر صحفي واعلن عودة النشاط والناس كتابة بتقول لك لا ده هنبدأ الدور من جديد ومش هنبدأ الدور من جديد وانت عايزين تدو الدور للنادي الاهلي رغم النادي احكم منه اه ناهي الدورة اصلا وما كانش محتاج اصلا درق الدورة الاتنين واربعين احنا عندين واحد اربعين غيره يعني. فما بلاش تنسب الفضل حياتك دلوقتي وتقول انك انت اه ليك الفضلة وانت كنت تصحف القرار انت ماتخدش القرار اصلا وزير الشاب ورياضة والدولة المصرية هي اللي رجعت الحياة بالكامل ورجعت نشاط الرياضي بالكامل بقرار من الدولة مش اللجنة الخمسية. كمان اليوم مجلس النادي الاهلي ان شاء الله يعتمد توصية اللجنة اختيت في النادي الاهلي بشأن مكافأة دورة ابطال افريقيا. ونادي برامدز بعت عرض رسمي لنجمي نادي الزمالك مصطفى محمد وعبدالله جمعة مقابل خمسة مليون دولار. خمسة مليون دولار عرض من نادي برامدز على مصطفى محمد وعبدالله جمعة للانتقال في الانتقالات الصيفية الجارية. هنشوف راضي نادي الزمالك ايه? هل نادي زمالك عنده استعداد نيبية واحد منهم? ولا. لأ. ده اللي هنعرفه خلال الايام الجاية. كمان معروف يوسف آآ بيترقب كلمة اخيرة من نادي الزمالك لحسم مستقبله سواء به الرحيل او العودة لنادي الزمالك. واحمد حجاز النهاردة وصل للقاهرة وسينضم ليه معسكر منتخب مصر. كمان الدكتور اشرف صبحي وزير الشاب ورياضة بتكلم عن مشاكل نادي الزمالك وازمات نادي الزمالك وليجان التفتيش. الدكتور اشرف صبحي بيقولك ان لجان التفتيش سوف تستمر اكد دكتور اشرف صبحي ان لجان التفتيش سوف تستمر على مدار العام على كل الاندية في الدورة المصري. وقال الدكتور آآ 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 ازمة نادي الزمالك ان الوزارة حاليا بتمارس عملها بشكل قانوني. مع الجهاز المركزي للمحاسبات. وسيستمر الامر خلال السنوات الماضية. وسيتم اصدار العقوبات في الوقت المناسب بعيد عن الوقت الحالي. ونأمل ان تقام مباراة نهائية بين الاهلي والزمالك على استاد القاهرة. يا دكتور اشف صبح ايه? هو ايه الوقت المناسب من وجهة نظر حضرتك? انت قلتها بل كده ان بعد نهائي دورة ابطالة في الوقت الحالي. رئيس نادي الزمالك عنده ازمة في البرلمان. رئيس نادي الزمالك مبارح كان زعلان وقفل النادي ومشي. طيب. اه نعمل ايه طيب? يعني مفروض حضرتك لو جالت دوقتي تقرير من اللي جال التفتيش واللي جال التفتيش. بعتت لحضرتك التقرير واللي شافته في فحص مستندات وورق نادي الزمالك والكلام انه في مليار وثلتمائة مليون جنيه. مش موجودين وفي مليار وثلتمائة جنيه تم سرقتهم او معرفش راحوا فين. المهم ان في عجز مليار وثلتمائة مليون جنيه. رقم كبير جدا من مال الناس ومال الدولة والمال العام والناس لها حق انها تعرف. لها حق انها تسمع آآ القرار النهائي وإن اللي حصل في آآ التقارير. لازم بحضرتك تطلع تعلن او حد من وزارة شابور يده يطلع يعلن ايه اللي موجود في التقرير. لك ان اكا تفضل ساكت وتفضل مترمخ على الموضوع فكده في حاجة مريبة بتحصل ومش فاهمين ليه وزارة شابور يده مش عايزة تقول اللي شافته. هو ايه التوقيت المناسب انت بعدت اللي جان تفتيش. بعدتها ليه دلوقتي طالما انت شايف ان ده توقيت مش مناسب. بعدت اللي لجان تفتيش اصلا. طالما شايف ان التوقيت الحالي مش توقيت مناسب. ليه بتبعت لجان تفتيش? ما كنتش بعدتهم. كنت اجلت الموضوع طيب. لكنك تبعت لجان تفتيش. ولجان تخلص عملها. وبعد كانت مدى عملهم مرة تانية. ويخلصوا ويبعطوا التقارير لوزارة شابور يده. وزارة شابور يده ما اتطلعش التقارير ولو احنا قلنا انه التقارير في واحد اتنين تلاتة يب احنا كدبين وبالوقتش اخبار رسمية لا الاخبار بداعتنا ليه نحق اللي احنا نقولها طالما وزارة شابور يده مش عايزة تعليم فاحنا ليه نحق اللي احنا نحاول نجيب الاخبار وندور على الاخبار. لكن الكلام دلوقتي ان في مليار وتلتمية آآ مليون مش موجودين او في مليار اختلاص بقى مخالفات زي ما تقولوا قلوه. بس العجز حاليا في سنة واحدة من الفيوز سعتارش خلائفين وعشرين مليار تلتمية مليون جنيه ونطلب مزيش يا بيادة السرعة وحاسم الموضوع واعلان التقارير حتى للناس. بالنسبة لانتخابات مبارح والسقوط المدوي لمرتضى منصور في بداية عايزين نوجه التحية للاستاذ عبد الناصر زيدان وبالمعاطي الزاكي على الشغل اللي عملو مبارح. بصراحة الناس عملوا شغل ما يتعملش في اي قناة ريفيزيونية. نفضلوا اكتر في خلال تبانية اربعين ساعة ممكن يكون ريحه اقل حتى من ست ساعات. وطول الايام دي لايف طلعين لايف طول اليوم. الناس ما بتنامش. الناس بتشتغل. واحد برايح والتاني بيطلع. الناس مغطين انتخابات كلها مغطين كل اللي بيحصل. اخبارهم طلعت صح مش اخبار رئيس نادي الزمالك طلعت صح. الحمد لله برضو كنا معاكم سواء من خلال القناتي الرسمية محمد رفع التفيق او من هنا كنت برضو معاكم الحمد لله في فيديو يومي. واقول لكم الجديد والحمد لله كان عندنا المصدقية وعندنا اه الحقيقة لما قلنا ان رئيس نادي الزمالك بعيد جدا ويا سابع يا سادس اه تامن انها الاخبار بشكل رسمي وخلاص بقى السادس والاول اللي هو بدوي حزب الوافد والتاني الالفي ومرتضى منصور خارج الموضوع بالكامل وفي مركز السادس يعني حتى مش داخل اعادة فرئيس نادي الزمالك مبارح كان حالة من الانهيار الناس اللي شافت رئيس نادي الزمالك مبارح في اول ظهور رسمي ليه الراجل كان يعني تحس انه كبر عشرين سنة بصراحة يعني الراجل كبر عشرين سنة في الانتخابات اللي حصلت الراجل دفع مبارح فلوس كتير جدا على الصماصرة الانتخابات مبارح يعني رئيس نادي الزمالك اه كان مال السياسي هو عنوان اليومين وعنوان الانتخابات في موت غمر الناس كانت بتمشي في الشارع تقول خد خيره وانتخب غيره بمعنى صح الناس كانت بتاخد الفلوس وتخش تنتخب اللي هم عايزينه فرئيس نادي الزمالك دفع فلوس كتير جدا كان متخيل ان الفلوس ممكن تنجحه او اشتري اصوات الناس بالفلوس لكن ميت غمر بصراحة تحية وشابوه ليه الناس ميت غمر ان هم ما ما نجروش ولا الفلوس وما المال ما نفعش معاهم فشابوه جدا ليهم والناس اختاروا اللي هم عايزينه اختاروا اللي هم عايزينه واختاروا اللي هم عايزينه واختاروا مش مالوش علاقة بقى اهلي زمالك او المعاطي عبدالناصر الناس نزلت اخترت الراجل اللي هم عايزينه والنائب اللي هم عايزينه وليمثلهم في البرلمان. رئيس نادي الزمالك انبراح انتفعت جدا على حملته الانتخابية وهزقهم وفينا كمان كلام ان الموظفين نادي الزمالك اضطردوا من ميت غمر ورجعوا لنادي الزمالك كمان امبراح آآ افل النادي من صاح عشرة وكان زعلان جدا. تمان فيه كلام ان آآ فيه استعداد للهروب من مصر. يعني امبراح عبد الناصر زيتان يتكلم وقال لك ان فيه تلات طائرات خاصة موجودين في آآ في مطار الكاهرة والطائرات دي طبع المرتضى منصول ان هو في الوقت الحالي بيستعد الهروب من مصر. الكلام ده مش اكيد لان رئيس نادي الزمالك لسه بتمتع بالحصانة لغاية يوم تسعة آآ يناير يعني نص ناقص ستين يوم بالزبط وشهرين كاملين نهاردة تسعة حداشر يناس ستين يوم. ورئيس نادي الزمالك يتمتع بالحصانة ببرلمانية لغاية ما منعقاد اول جلسة في البرلمان الجديد بالاعضاء الجداد فرئيس نادي الزمالك اعتقد الخبر ده من الصحيح لكن من خلال مصادر داخل آآ مطار الكاهرة اكدوا ان الطائرات دي تابعة لمسؤول كبير في الدولة. مين بقى هو? الله واعلم. ممكن يكون مرتضى غيره لكن احنا بنأكدش ان هو او غيره. كمان ان برح كان فيه كلام عن رئيس نادي زمالك تعرض لوحكة الصحية آآ بعد معارف خلاص ان هو آآ سيت في خبات وصيقة السكوت المدودة. فكلام ان فيه طبيب من مستشفى ميت غمر راح ليه فيلا مرتضى منصور وبعد كده تم نفس الكلام ده من استاذ عبد الناصر زدان وقال ان دي محاولة من مرتضى منصور نستعطف الناس علشان ينزلوا ان تخبوه. الله واعلم. لكن دلوقتي في كلام ان اه بلاغات كتير جدا من آآ المحامي آآ واسف الاستاذ هني العتالو وآآ ممضوح اباس ضد رئيس نادي الزمالك وبيطلبه من النائب العام ان هو يمنعه من السفر لان هو بيخطط للسفر وان هو عايز يمشي وبطلبه التحفز على امواله. ده الجديد بقى. ده الحصر اللي معانا. الحصر اللي معانا ان الاستاذ ممضوح اباس من خلال المحامي بتاعه طلب النهاردة وبقى هيقدم شكوى النهاردة للنائب العام هيطلب التحفز على اموال رئيس نادي الزمالك لانه من خلال كلامه وعلى مسئوليته طبعا بيخطط ان هو يهرب خارج البلد ويهرب فلوسه خارج مصر. ده الكلام. ده كان انا بقول لكم الكلام ده اعتقد ان هو مصصحيح لانه رئيس نادي الزمالك لسه بتمنطع بالحصانات بارلمانية. يعني حتى دلوقتي النائب العام اقدرش حتى يتكلم معاه او يفتح اي تحقيق معاه. ده الكلام الموجود في الوقت الحالي. حاليا ان رئيس نادي الزمالك منهار. مش قادر يفهم انه بيحصل. مش قادر يفهم ازاي سقط السكوت المدودة هو ابنه في نفس الوقت. حاليا ان رئيس نادي الزمالك بيدفع تمن اللي كان بيعمله الايام اللي فاتت والسيني اللي فاتت ضد النادي الاهلي اعتقد ان الهجوم على الكابتن محمد الخطيب والنادي الاهلي وكان السبب الرئيسي في سقوط رئيس نادي الزمالك. انت كنت بتشتم وبتتجاوز فحق النادي الاهلي. ورئيسه بدون سبب واضح. الناس ما كانتش فهم انت بتطلع تعمل كده ليه ولا عايز ايه ولا ايه الهدف. النادي اهلي كان في حال ومروش اعلاقة بيك وانت طلع تشتمه. فكان ده السبب الرئيسي وانت دلوقتي دفعت تمنه والناس قالت كلمتها والانتخابات كانت نازيهة. والحمد الله ما كانش فيها اي تزوير والناس قالت كلمتها وشابوه لا اهلي ميت غمر شابوه اللي اصدع بالناس الزمال معاطي زكي على الشغل اللي عملوه. شابوه لكل اللي ساهم واشرف على العملية الانتخابية وطلعتها بالنظافة دي. فشكرا جدا وبكده اكون سنة حلقاتنا وانتخابرنا. اشوفكم فيديو جديد وحلقة جدا ان شاء الله. السلام عليكم.